تعالي بقى نروح لوزارة التربية والتعليم الوزارة زيها زي 3 ترب زي كل وزارات مصر بتعاني في مسألة ايه هي؟ كم الشقعات اللي بتطلق طول الوقت فتبدأ تشتغل الوزارات عندنا الحكومة يعني على نفي الشائعة هو كل يوم لازم يحصل لنا 3-4 شقعات كده ايه متعلق وطبعا فيه شقعات موسمية يعني حلوقتي موسم ايه؟ موسم السنوية العامة والتنسيق ودخول الجامعة فلازم تبقى لشقعات اللي موجودة زي ما هيبقى فيه شقعات دايما على السلع والحاجات الاقتصادية هيبقى فيه شقعات على الايه؟ صح على التعليم النهاردة وزارة التعليم والتعليم الفني نفت ايه؟ نفت مسألة إلغاء أجازة يوم السبت في العام الدراسي الجديد عشرين اتنين وعشرين عشرين تلتة وعشرين الوزارة قالت في بيانها النهاردة القرار مطروك للمحافظين ونشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتدي مواقع التواصل الاجتماعي تحر الدقة والموضوعية سايق عليكم النبي في نشر الاخبار والتأكد قبل نشر اي معلومة لا تستند الى اي حقيقة وتؤدي الى اثارة البلبلة الشائعة دي بتطلع تقريبا كل سنة في نفس ذات المعاد هو الموسم مش كنت بقول لكم الطيب الصالح بروايته العظيمة موسم الهجرة الى الشمال ده موسم الخط في وزارة التعليم اه والوزارات المجموعة الاقتصادية يعني ده الموسم السنوي الطبيعي ده احنا عارفينه ولما تحصل احداث اقتصادية في العالم يبقى ده موسم الخط في المجموعة الاقتصادية في الحكومة فده الموسم شوية يجي يقول لك ايه بقى تقرأ الغاء اجازة يوم السبت مرة تانية يقول لك ايه سوف يتم تعميم الاجازة على كل المحافظات طيب الاصل في النظام بتاع قصة اجازة السبت ده كل محافظة فيها مدرية تعليم ومحافظة هما اللي ليهم الحق في تطبيق الاجازة او الغاءها في ضق الكسافة الطلابية ايه التزاحم بس ادي كل قصة كل محافظة هتاخد القرار بما يلائم مجتمعها الداخلي كل عام وانت بخير